طيب إحنا رح نبلش الماستر كلاس لليوم بحب أرحب الجميع وشكراً برضو كمان مرة للي نضمو لنا على الوقت إحنا كتير متحمسين لناقد هذا الماستر كلاس يلي مختص بموضوع التفاوض وكيف أفضل طريقة أو استراتيجية ممكن نعمل فيها المفاوضات للبيزنس تبعنا طبعاً هذا الماستر كلاس بنعقد تحت أو جزء من برنامج جزء من برنامج الاحتضان Orange Corners فلسطين فبحب تضلكم متابعين على شو من نزل Activities فتبعونا على صفحات Orange Corners فلسطين وبرضو أفلو Accelerator لتضلكم مطلعين على فعلياتنا الجاية وتقدروا تشاركوا فيها هلأ ليش اطلعنا في هذا الموضوع أو ليش طرحنا هذا الموضوع لليوم لأنه من أهم المهارات المكتسبة في ريادة الأعمال هي أنه قدرة الإنسان أنه يفاوض قدرة الريادة يعرف شو يعني تفاوض يقدر يكتسب ويطور مهاراته بالمفاوضات ويعرف شو الاستراتيجيات اللازم يتبعها في وقت المفاوضات وخاصة يوم نتعامل في بيئات عمل مثل بيئة الريادة الأعمال يلي هم نحكي لها عالية المخاطر وكيف نقدر نحدد المصالح تبعتنا الرئيسية اللازم على أساسها نبني المفاوضات شو نقاط قوتنا شو نقاط ضعفنا كيف نبني الاتفائيات بين الأطراف المختلفة وشو أفضل بديل أحيانا في بدائل المفاوضات فكيف ممكن نأخذ القرار بهذا الاتجاه وكيف ممكن نلاقي البدائل دايما في عنا تحديات دايما في عنا أخطاء في المفاوضات اليوم رح نقدر نحكي عنها على أساس نقدر نتجاوزها في أي مفاوضات احنا بنعملها خاصة في البزنس تبعنا طبعا بسعدني أقدم لكم عبادة أحمد عبادة رح يعني أنت تقدر تعرف عن حالك بس بحب أحكي أن عبادة اليوم رح يكون عنا السبيكر في الماستر كلاس عبادة قدر يساعد المؤسسات من ناحية البزنس والهيومن بريفورمنس وفضل خبراته قدر يساعد العديد من الشركات ومكنتهم على يلاقوا الحلول المناسبة لتحقيق نتائج دائمة الاستدامة أهلا وسهلا فيكم جميعا بطمئنا ويكون قيم بالمعلومات ويساعدكم بمسارتكم الريادية عبادة بدون ما أطول نتفضل المايك معك أشكر جدا جدا حاب أرخب بكم جميعا في نيجوشيشن سكيلز للإنتوبنيرز النهاردة البلنامج بتاعنا هو مستوحى صراحة من مفهومين رئيسيين أو من كتابين أساسيين كتاب جيتنج توياس وكتاب نيفر سبلت بس هنحاول إنه نهاردة ما نكلمش بشكل تنظيري وإنه يبقى الموضوع بشكل بري براكتكال بس أخريني في البداية عرفكم من نفسي سريعا أنا اسمي عبادة أحمد أنا باشتعال في المجالة من 2013 وقدمت أكتر من 16 ألف ساعة تدريبية ساعت فيها زي حضراتكم وبيزنس ليدرز وبيزنس بروفشنلز على إنهم يقدروا يخققوا ودي بعض الشركات اللي اشتغلت معهم خلال الفترة اللي فاتت قدمت لهم اللي احنا موجودين فيه هنا النهاردة طبعاً لمستوى يعني العمل الميداني والعمل الخدمي عندي كثير من الشركات بيوصلني أكتر لرواضي الأعمال والبرامج التنموية اللي ببقى سعيد جداً إن اشتغلت في حاجة زي كده النهاردة بإذن الله طيب على المستوى كمانا الشخصي نخريكوا للتجارة جامعة الأسكندرية وكنت بشتغل في مجال السيلز من 2005 إلى 2012 ومن اسكندرية من مصر وأكيد تأخذين على اللكنة الكهروية بتاعة العاصمة بس أنا عندي لكنة اسكندرانية مختلفة هتكتشف فيه أكيد خلال الترينيج بتاعي متجوزوا عندي ولدين ودي أسرتي الصغيرة خلوني أقولكم إن الهدف بتاعنا الرئيسي النهاردة في الترينيج اللي احنا نطلع بثري بارتز أو ثري مين اوبجوكتيف تروا أو دي داي الابجوكتيف الأولاني اللي احنا نطلع بإفاكتيف أجريمت إزاي مع نهاية النيجوشيشن ضم دي نتعاقد مع بعض نعمل ديل مع بعضينا فدي حاجة مهمة جدا في ناس منكم مش اضطر جدا في أنا عارف إنما بيعرف يعملوا ديل لكن مهمة جدا للخطوة التانية اللي نقدر نعملها زي لأن ساعات بتبقى المفوضات تبقى رايحة جاي كتير رايحة جاي كتير فبتستهلك موارد ووقت وبين قدمين كتير لحد ما نعمل الديل بتاعنا في حين لأنا كنت ممكن أوصل لنفس الديل ده أو بطريقة تكون فيها كفاءة أكتر ووقت زمني أقل وحتى لو أنا شاطر في التانية بتلاقي إن الموضوع بدأ يوصل معنا للخطوة التالتة الصعبة أو الـ objective التالت الرئيسي اللي هو long term relationship إزاي اللي أنا أو الشخص المعني اللي بتفوض معاه مش بس عملت معاه agreement وخلصت في وقت زمني سريع لكن كمان لم يجي وقت التعاقد ده وتتجدد أو نشتغل مع بعض بعد كده بلاقي إن الطرف الآخر عايز تشتغل معايا بأريحية وأنا عايز تشتغل معايا كمان بأريحية فبالتالي بمكشور إن الديل بتاعي بيتعمل بشكل effective وكمان efficient and maintain long term relationship الأجندة بتاعتنا سريعا مش هنتكلم فيها في حاجات كتيرة إن شاء الله بس أوعدكم اللي احنا نغطي البوينس البسيطة اللي موجودة قدام حضراتكم يعني إيه هي اللي بيخلينا نكون great negotiators skills اللي موجودة عندنا إزاي نقدر understand negotiation ونتغلب على المثل ونعمل reset نبني المينسات الجميلة بتاعت win win situation بين الطرف اللي قدامي حنتكلم كمان على negotiation process إذا كانت بدايتها من preparation which is 80% of success بناءنا على كلام روجر feature يعني في الكتاب بتاعه getting to yes إن 80% of success لل negotiation بتيجي من preparation وعملات التحضير بعدين بنبدأ نعمل information exchange نخش في bargaining tactics والأدوات اللي ممكن نفاصل فيها أتمنى اللي احنا منوصل لها بس لو روصلت منوصل لها إزاي قدر عملها بشكل يكون ethical وكمان الطرف القدامي لو هو بيعملها معي بشكل manipulative إزاي أقدر أتجنبها وأتعامل معها بشكل احترافي وآخر حاجة طبعا بشكل بيبقى صعب جدا التعرف عليه بشكله كل الناس ندي لكل الناس عشان كمان مدتها ساعة ونص فخليني اعمل مع حضراتكم كده بول بسيط عشان خاطر اعرف الناس اللي حضرة معنا هم جايين منين بيعملوا ايه وهكذا فخليني اعبع معكم من خلال البرنامج الزريف اسمه منتي احط لحضراتكم لينك حالا دلوقتي على التشاتينج هنزل لحضراتكم حالا لماذا العرض ليس بالعربي يمكن تحويل العرض باللغة العربية بس هول الشرائح يعني اللي بتحضرها معنا هي باللغة الانجليزية بس اسمح لي احوارز بشكل كبير جدا ان اكون بترجم كل الكلام ومجموعة كلامي كله القادم حيكون باللغة العربية تمام ادهان بيج تمام اوكي طيب يعني الحاجة اللي بتحضرها معي دلوقتي هي باللغة العربية اللغة الانجليزية لكن حاولوا كده تشاركوا معنا وتقولوا لنا انا عايز تعرف على الناس اللي حضرها معنا والسؤال بيقول لحضراتكم زب هو ظهر على البورد من الناس اللي حضرها معنا انت ستودنت ولا انت فول تايم انت طالب ولا انت بتشتغل بتداوم بشكل بتداوم حلو بتداوم عشان الخطر ببقى بكلم هو نفس اللغة بتشتغل فول تايم ولا انت فريلانسر بتشتغل عمل حر ولا انتربنور ولا انت عندك فاميلي بزنس مع عوصرتك نحكي ولا عن رابط اه حط رابط تاني طبعا تحت امرك احكي اذا بتقدر ادهم تجاوب يعني تعمل سكان او تفتح المنتيميتر وبعده وتجاوبي هناك لو سمعت اوكي اوكي ان شاء اه اه انان كتبلي او كتبلي انان عنان عنان كتبلي ان what is the name of the other reference book اه ال السيشن بتاعتنا مستوحة من خلال حاكتين اه فصراح في مدارس كتير جدا في النيجوشيشن بس المدارس معظمها قديمة ومش حاجة وحشة ابدا لكتب القديمة الاصلية للنيجوشيشن كلها كتب لطيفة جدا لكن اهم كتابين مستوحة منهم السيشن بتاعتنا النهاردة هو كتاب getting to us وكتاب never split the difference never split the difference فده الكتاب اه التاني طيب ماشي احنا نوقف كده التصويت احنا معانا اوكي احنا معانا عدد الحضور اللي شاركوا معانا في التصويت هم اربعتاشر واحد اه منكم اتنين طلبة اوكي فانا مبسوط ان حضراتكم هتتعلموا معانا من دلوقتي النيجوشيشن مهارات التفاوض من الوقت الحالي تسلع بيشتغلوا full time job وبالتالي اتوقع ان يكون عندهم التفاوض مع stakeholders او مع شخاص معانية مختلفين اربعة freelancers زي حالتي which is really good مبسوط بنستخدم التفاوض كتير جدا في حياتنا بشكل عام الانتربونيرز definitely حنبقى يعني ده الهدف الرئيسي عندنا في البرنامج فخلينا طيب ان نتعرف عليكم من خلال السؤال تاني سريع لما بتنيجو الشيط ويا فاندلوقتي انتم خلص يعرفنا حضراتكم بس انتم بتعملوا التفاوض اسمحونا افهم من حضراتكم انتم بتعملوا التفاوض مع مين هل مع مستثمرين عملاء مع تيم مع بورتنرز مع جوفرمنت انت عادتا بتتفاوض مع مين يمكن اختير اكتر من اختير على فكرة مينش لما بضعط عصب مت يعطيني بط يطيك انه مغلق انت فتح دلوقتي نيجو الشيط او لا او فتح نيجو الشيط اه دوس كده السهم اللي بعده والتصويت شغالة في 12 واحد بيشتغلوا معنا على التصويت صحيح انا جربت هلأ دخلت على اللينك مرة واحدة وبرضو اعطاني السؤال الصحيح فما ازم في مشكلة باللينك عبادة ادهم ما بعرف ممكن تجرب 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 تفتحه ممكن تكتب لنا على الشاتين انت بتتفاوض مع مين يا عدم لو انت اخترت في الاصاص انك تكون او يا رائد اعمال او انت فول تايم عادة بتتفاوض مع مين عايز اعرف بس الناس بتتفاوض اكتر حاجة مع مين لغاية دلوقتي اربعتاشر واحد مجاوبين معنا اكتر حد بتتفاوضه معاه هو اتنين في الترتيب مع التيم يعني ما هي تكوش النهاردة عن التكلم على التفاوض مع التيم لكن ممكن نفس المبادئ نطبقها في الترتيب رقم تلاتة مع الانفسترز ومع سبلايرز مع بورتنرز ايجنز بنشتعل معهم او كذا يعني شركاء بنتواصل معهم مع الحكومة خمس زملاء بيتفاوضوا مع الحكومة طيب هاي يعني ده بيخلينا تعرف عليكم اكتر واكتر علشان خاطر اقدر افهم احنا بتاعتنا ممكن تمشي تزاوي الامثلة او الامثلة طيب بتاعتنا ان شاء الله النهاردة احنا نتكلم فيها بشكل عام عن مهارات التفاوض مع مختلفة بس هتلاقينا بنفوكس في الامثلة بنركز في الامثلة بتاعتنا على بعض الستيكولدرز المعينة او الاشخاص المعنية بعينها يعني وان شاء الله نحاول يعني نشوف دوت على على اشخاص معنية مختلفة لو نقول مثلا لو ده مع الكاستومر زي نقدر نعمله مع انفستر زي نقدر نعمله مع سبلاير فعتلاقينا كده بنحاول ننوع في الامثلة بتاعتنا ونشوف زي ممكن نطبقها على مختلفين بس لو راجع ان راجع استشعرتوا معايا وانا بتكلم اني عبادة بس انا مش بعمل دوت زي نعمله مع الكاستومر زي نعمله مع سبلاير ده الكلام ده بتتكلم فيه مع انفستر الفيديو ده حلو قوي بس مع مع الشارك تانك فدفنت لي علشان بس الاستفادة القصوى للبرنامج اللي احنا راجع ارفع ايد في اي وقت وحاول تسألني عن كافية تطبيقه في السياق اللي حضرتكم بتطبقوا فيه طيب خليني ابتدي طبعا بالتعريفات يعني ده شيء مهم جدا ان احنا نكون على ارض واحدة وفاهمين النيجوشيشن من منطلق واحد لانا دايما الناس بتميكس أب او بتتلغبط ما بين التفاوض وما بين المبيعات او الاقناع النهاردة احنا مش جايين الماستر كلاس بتاعنا مش عن مهارة الاقناع والبيع النهاردة انا جاي اتكلم في مهارة ازاي اقدر النيجوشيشيش فبناء على وجهة نظركم الشخصية انتوا شايفين ايه المقصود بكلمة النيجوشيشن ممكن تفتح صوت رجاءا او ممكن تكتبليه في اللي زي ما انتوا تحبوا قولونا ما هو التفاوض فالضريبة تول هانم يعطيك العافية يعطيك العافية هلا بالنسبة الى التفاوض احنا دار نوصل لحل او لنتيجة تقدر ترضي الطرفين سواء انا كببيعة للخدمة وما سواء الا الكاستمر وحييكي التفاوض هو عبار عن نوع من انواع النقاش بنوصل فيه الاتفاق يردي الطرفين وحييكي التعريف تاني لو سمحتم التفاوض من عبدالعزيز هو اقناع الشخص الاخر بفكرتك معلش يا عبدالعزيز مش ده التعريف بتاعنا النهاردة او ايا اصلي في العموم اكيد بس التفاوض مش هو عملية الاقناع التفاوض هو حاجة تانية بس كويس الاتفاق يردي الطرفين يسعدني ويسعد الطرف اللي قدامي ده كمان النيجوشيشن كمان من منطلق الوين وين يعني احييك زين صحيح يا زين عشر عشر مجد كتب لي وحييك 100% علي بحتصر معاك الكلام يا عبادة نيجوشيشن هو وين وين وخلاص عليك طيب التواصل مع شخص واحد ويصول حل وسط مش لازم حل وسط معناقي لما نوصل لحل وسط لما نوصل نقسم بلد نصين بلغة المصريين اعتقدها تبقى معناها كومبرمايزنج صح كومبرمايزنج اللي هو المسون بس تعالوا نشوف مع بعض من الناس اللي رفع ديها معنا سوال سوالحي سوالحي هلا هلا سوالحي اي مصالح اهلا سلام بيك تفضل اي هو التفاوض بنسبة نقاش بين الطرفين لناخد احسن ديل للعرض حقيق نقاش بين الطرفين نوصل احسن ديل احلام مناقشة الخيارات وحل المسألة بدون صراع بالاخر يعني ما يكون في مشاكل يعني اعتقد ان المشاكل ضروري وجوده علشان خاطر يكون فيه الناجوشيشن عتدا بتيجي بعد موجود خلافات بيننا ومبعضينا بيحصل ما بعدين عملية التفاوض لو قردي ما فيش مشاكل يبقى نو نيد فور نيجوشيشن صح ولا فالتفاوض بيجي لان في ديفرونسز بيننا ومبعض مروه هانم هلا دي حاجة يا دكتور رحك فكرني ولا لا احنا تقابلنا مرة هلان بحضر ايدي هلان بحضر ايديك انا من وجهة نظري التفاوض زي ما حيك قلت كده احنا بنلجأ له لو في مشكلة وكل واحد واقف عند رأي مش عارفين نوصل لنقطة مشتركة فبنبتدي نتفاوض يعني نوصل لحل يردي الاطراف بس اكيد بيبقى فيه واحد بيردي الطرفين بس اللي معاه نقط قوة يعني حاجات اقوى هو اكيد اللي بيكسب احنا بنسميها يعني عنده عنده نفوز عنده قوة عنده position أعلى هل المدارسة دي اللي منطبقة في الوقت الخالي حنشوف خلال بتاعتنا اشكرك جدا يا مروة طيب برضو ادهم كتب لي التفاوض هو تواصل مع طرف اخر والنقاش والحوار باستخدام كافة الأدوات واستخدام الفرص والتحديات للوصول الى نقطة التفاهم النيجوشيشن بمطالة بساطة هو يعني زي ما الناس قالت هو نوع من أنواع النقاش ونوع من أنواع الكمينيكيشن بنناقش فيه ايه بقى terms and conditions النيجوشيشن ده بنناقش فيه الشروط والأحكام مش بنائش حضرتك في بقناعك بالفكرة لا انت مقتنعة بالفكرة دلوقتي انا معايه مستثمر مثلا لين معانا هي المستثمر بتاعتي عايز تحط معايك فلوس هي مقتنعة بالفكرة بس بنتفاوض مع بعض في ايه بنتفاوض مع بعض في لما تحطيلي خمس مئة ألف دولار هتأخذي خمسة في المية ولا عشر في المية فهمين قصدي بس هي قريدي شارية شارية الفكرة بتاعتي شارية البزنس بتاعي الكسمر بتاعي شاري المنتج شاري الخدمة بتاعتي بس بنتفاوض مع بعض فهل ياخد discount 5% ولا 10% هل هل ياخد معاها خدمة إضافية تانية مجانية ولا لأ فهمين قصدي ايه ولا لأ هي بنتناقش فيها في بتاعتنا مش بنتناقش فيها في ان العميل يقتنع معايا ولا مش بيقتنع او مش عميل ايه كان الشخص المعني اللي بنتواصل معايا فأتمنى تكون دي مهمة جدا لأن ممكن تقول لي يا عبادة التفاوض فشل اقولك ليه يقول لي اصل الطرف اللي قدامي ما كانش مقتنع بالفكرة فلما جينا تناقشنا مع بعض في يحط معايا فلوس قد كده ولا قد كده ما كانش مقتنع ايه بس احنا المفترض يكون هو شاري يعني انا الطرف الاخر مقتنع معايا يعني انا مثلا ببيع اللي ادهم العربية بتاعتي ادهم العربية عجبة خلاص شاريها بمواصفاتها تمام خلاص اشترى مني بقى الهودرة بيقول لي لما ادفع المئة الف جنيه اللي انت عايزها يا عبادة هدفعهم لك كاش ولا هقصط لك هدفعلك العربية هتشياخد منها الكوريك اللي موجود فيها البتاع اللي بترفع العربية ولا مش هتاخد البتاع دي هترخص العربية ثلاث سنين وهلا هخدها بترخصها الحالي تمامين اصلي يبقى ده اللي احنا بنتفاوض مع بعض فيه لكن ادهم مقتنع بالعربية لأن ده بيحسن بشكل كبير جدا البوزيشن بتاعي او الموقف الحالي بتاعي بس بس في النقاش بتاعنا هي دي نقطة موجودة بنستخدمها لكن هي مش ده الموضوع التفاوض اللي بنا وبنبعض بتاعتني يعني ايه يعني حضرتك اسمح لي زين حضرتك انت انتربنر بتبيع منتج لسه جديد بالسوق انا ما عنديش ريبيتشن صح ولا لأ طب انا ما عنديش ريبيتشن طب ان التفاوض مع الطرف الأدامي بيقول لي انا عايز منك ديسكاونت خمسة في المية والعشر في المية علشان خاطر انت يلسك ديد في السوق فهتأثر على التفاوض بس احنا مش بنتفاوض على ريبيتشن التفاوض شيء بيساعدني اما بيساعدنيش ده لا خلاف لكن وحنعرف في المدرسة بتاعتنا ان ازاي نقدر نبعد عن ريبيتشن والبوزيشن السمعة بتاعتنا وخال سبق الاعمال ونروح اكتر الى ما يسمى بالمصلحة المشتركة طيب ليه بنعمل تفاوض هو النوع من انواع النقاش بنناقش فيه صح بس ده كده بمنطقة البسطة طب ليه بقى ليه انا محتاج اعمل التفاوض هو انا محتاج التفاوض في كل حاجة ان انا محتاج على طول ايوة علي برصة كده خلاص علي كده الخاصة معي لان لو 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 الديل تم على الوضع الحالي مش مرض فيه فيه ديل احسن من كده فيه حاجة افضل من كده ممكن نوصلها يبقى يعني ايه يا جماعة دلوقتي المثال بتاعي مجد مثلا انا ببيعلك العربية بتاعتي وانا ببيعلك العربية بتاعتي فبقولك السعر بتاعي العربية عسل المهلك في التوكيل بمواصفات كزا عليها ضمان على واحد اتنين تلاتة اربعة في الكويتش بتاعها والحاجات اللي زي كده ومئة الف جنيه وكمان فيه تسهيل لمدة تلاتة شهور في المئة الف جنيه فمجد عجبه جدا الديل ده واتحيقول ليه يقول ليشتريت لكن لو هو عايز ياخد يخلي لي مئة الف تبقى تسعين الف خمسة وتسعين الف عايز يدفع على ست شهور مش كاش كل مرة واحدة او تلات شهور بس ساعاته هيقول لي عبادة انا عايز التفاوت معك عشان تريتش ابيتر ديل واصلا ابيتر ديل بوثوف دام طبعا بوثوف اس يعني فبحتاج لو انت مثلا دخل على بقول له لو سمحت انا عايز مئة الف جنيه مئة الف دولار انفستمت عندي وهتاخد عشرة في المية فقالك ديل العميل الانفستر قالك ديل هتقول ليه واني حتالي لا لازم اخدت كورس التفاوض لازم اتفاوض معك اكيد لا صح ولاي لما بقول الشطب ان تيك مي ماني ديل لما بدي ديل اللي قدامي ديل يكون حلو قوي عادة التفاوض ما يبقاش ليه وجود لكن انا بتفاوض لان الحاليين غير مرضية للطرفين اذا اللي محتاجين نعرض is it always the best term or both or both parties is it always the best terms يس يس يا مجد لا لا ده the best اللي بيستستين لتلات عناصر بتاعتنا لازم نوصل للbest دي لا اما لو انا مش the best for me لو انا مش افضل ديل بالنسبة لي هيحصل بعدها يا علي بعد شوية هتلاقي نفس مش بجدد معك العقد بسلمك الحاجة بمواصفات مختلفة هتلاقي بيقى في مشكلة موجودة في حت تانية فمثلا انا كموظف بشتغل معك يا علي وانا متفق معك اللي انت تديني سالري قد كده وبينفتس قد كده وبعدين اختلفت الظروف شوية طبيعة العمل فقلت لك لو سمحت ان عايز نز تفوض معك علشان خاطر احسن الديل بتاعنا او يعني ازبط موضوع السالري بتاعي والاوفر تايم اللي بيشتغلو كتير فانت قلت لي لا اتفقنا يبقى خلاص نكمل واضح ان انت كده بتتشالنج اللي انا قدر اكمل معاك او اسلمك الحاجة في المعاد او اي وتلاقيني بقى انت مستقلتي بشكل سريع احسن مثال في دوت اتبعنا تكون اتفرجتوا على فيلم دا فاوندر هتتفرج على فيلم دا فاوندر ولا لا فيلم اسم دا فاوندر اللي بيحكي انا عارف ان في بعض الاسمي هقولها دلوقتي ممكن معلها بخصوص بعض حملات وكده وحاجات كده الاستفادة من البيزنس فيها فيلم دا فاوندر بيحكي عن قصة حياة مؤسس شركة مكدوندلز اللي اتفرج على الفيلم يعرف ان هو مش المؤسس الحقيقي ولا لا فيه اتنين اخوات هم اللي اقسسوا البيزنس دوت الاتين اخوات دوت فتحوا المساحة للفرانشايز لهذا الانتربرنير الكبير اللي حاب ان هو هو كان بيبيع ملكتشيك ماشينز وحاب ان هو ياخد منهم الفرانشايز وفقوا على كلام دوتو ويدو له نسبة مقاوية للفرانشايز يدو له مثلا حدو له 8% حدو بيع بعد كده حدو 8% الراجل انبسط جدا بالرقم من النسبة اللي جاته ديت وبعدين بدأ يروح يشغل الفروع اكتشف ان 8% دي مش بتغطيله الـ operating expenses بتاعنا ده مش بس مش بيربح ده مش بيغطي مصاريف فقال لهم لو سمحتم انا عايز اعيد terms of conditions باعتنا انا عايز اعيد contract بتاعنا مرة تانية فقال له لا what is done is done خلاص اللي اتفقنا عليه اتفقنا عليه فإيه اللي حصل للأسف هو النحو تاني لما معانه على فكرة كان طالب زيادة واحد ونصف في المية حاجة بسيطة جدا بس التانيين بصوا تحت رجليهم وقالوا لا نو ديل لما عمل نو ديل هو بدأ يلعب خطوة بدأ يلعب كده يلف يعني وللأسف امجاه راح انشأ شركة اسمها نفس الاسم بس اسمها ده مكدونالد بقى ده مكدونالد بس المهم انه شركة ريال ستيت ووفر على نفسه فلوس الرنت وبقى بتالحاجات بقت ليس بقت عنده بقت بالموجج مع البنك يعني ووفر على نفسه مصروف كبير جدا اسمه الرنت فبعدها بدأ يربح الاتنين اخوهات دول سمعوا عن الخبر لما سمعوا عن الخبر عرفوا انه هما دخلوا معرفة في خناقات كبيرة قانونية وللأسف الاتنين دول خسروا قصاد الطرف التاني اغلب الناس اللي بيتفرجوا على الفيلم بيكونوا متعاطفين جدا جدا مع الاتنين اخوات بس انا شايف من وجهة نظري انه هما كانوا عندهم مشاكل في التفاول لان لما تفتح لهم فرصة ان نتناقش مع بعض في الترمز و الكنديشنز بتاعتنا للأسف فهم ما تدوش المساحة ديت للطرف التاني فللأسف الطرف الآخر بدأ يعمل حاجات مش مزبوطة مش منحق ويعمل حاجات مزبوطة لكن في النهاية كان في مساحة لوجود عملية التفاوض سريعا مفترض فين نعمل التفاوض فين وير 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 نيجوشي يا جماعة أنا يا ربينا بنتفاوض فين يا جماعة أين أنا أتفاوض وأنا أتفاوض دلوقتي مع مجد مثلا أتفاوض معها فين أنا أتفاوض مع مروة وأتفاوض معها فين أتفاوض مع أدهم إيه أفضل مكان ممكن أتفاوض فيه ده أفاس everywhere everywhere face to face over the phone emails anywhere يفضل اللي إحنا نتفاوض في مكان يكون حيادي ما يكونش فيه home turf home turf لأحد الأطراف في النيجوشيش يعني إيه يعني أنا أتفاوض دلوقتي مع بيسان فأنا أتفاوض معها أو معها وأنا مش عارف جبتها عندي في المكتب أو للطرف الآخر وهو مكانش مبسوط بالمكان ده أو العكس فأنا أفضل إن عشان ميبقاش فيه ضغط على الطرف الآخر بسبب المكان اللي أنا أتفاوض فيه إن يكون المكان ده مكان لطيف بالنسبة للطرفين مش عامل نوع من أنواع الضغط على واحد من الطرفين اللي موجودين واصلا تحاول تختار دايما في التفاوض بمين التفاوض على ديل كبير إنك تهتم بإن المكان ده يكون مريح لي ولي ولأنت لو روحت في مكان مع انفستر ولقيت المكان ده مش مريح وإنت قاعد تكيف مش كويس الكرسي مش مريح حاول تطلب تغيير المكان ده علشان خاطر ما تبقاش متأثر بالمكان السلبي مثلا المكان إذا ما تفاوض معك في أدهم طلع مكان دوشة جدا دوشة وأنا منزعك من الدوشة فنأدي الباص مش عشان خاطر أي حاجة غير المجرد إن المكان مكانش أنسب شيء إمتى إمتى بنعمل التفاوض وإن أديكم ثلاث أزمنة قبل نهاية التعاقد مع نهاية التعاقد في بداية التعاقد الجديدة أو يعني بداية السنة الجديدة أو بداية الفترة الزمنية الجديدة أحييك يعني أفضل جدا جدا إن في نهاية بفور دا دي يعني إيه لا مش بالبداية يا أدهم يا أحلام قبل نهاية المدة نعم يا أدهم أفضل وقت إلا مثلا التعاقد بيني وبين أدهم أنا بشتعل هو بتاعي آه ماشي قبل التعاقد يعني قصدي قبل التعاقد دا لو تعاقد جديد يا مرام صح؟ لو تعاقد جديد يبقى أنت صح لكن لو تعاقد تم إحنا محتاجين مثلا العقد بينتهي إمتى؟ بينتهي من شهر 12 سنة 2024 يبقى من شهر 11 بدأت أفتح الكلام بيني وبين الطرف الأدامي موظف مستثمر سبلاير كسمر محتاج جدا أنا أكون دايما بفتح النقاشات بيني وبين الطرف الأدامي قبل نهاية التعاقد في سؤال جميل اسمه هو بنتفاوض مع مين من الطرف اللي قدامنا لازم لأن تعاقد ينتهي تلقائيا أو يجدد تلقائيا وحييك يا أدهم لازم 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 ناخد بالنا عشان ما يجددش على أنا مجددش بسطاني السنة اللي فاتت لازم أفتح النقاش من الأوي بنتفاوض مع مين أيوة لازم يكون صاحب القرار اسمه تيكر أو ميكر يا سلامي علي علي أنت شاطر جدا بجد قبل ما تفاوض مع الطرف اللي قدامي أعرف لأي مدى هو قريب من اتخاذ القرار يأما صانع القرار اللي هو تيكر يأما ميكر قصلي متخص القرار اللي هو تيكر يأما ميكر صانع القرار يأما ميكر مؤثر على القرار لكن لو اكتشفت في بداية الاجتماع أن الشخص اللي قدامي مالوش أي علاقة باتخاذ القرار يبقى لازم أبدأ أحترمه جدا وكل حاجة بس أبدأ أقوله محتاجين نعمل جدول ويكون الشخص ده أو الفلان ده يكون موجود وحييكوم جدا جدا طيب آخر حاجة موجودة معنا هي وصراحة ده هنتكلم فيها بالتفاصيل أكتر بعد شوية أنا أخدها حاجة اسمها بس من التعريفات نقدر نطلع بإن في حاجة اسمها لابس بيحصل عندنا اللابس ده بيجي من خلال الخرافات أو المثز اللي موجودة في النيجوشيشن خلينا نلعب مع بعض لعبة سريعة على برنامج منتي دوت اللعبة ديت بتوضح إيه هي أهم الخرافات اللي موجودة عندنا في مجال النيجوشيشن اللعبة بتاعتنا اسمها حقيقة أم خرافة أو hit and myth hit مقصود بها إنها حقيقة المفترض نتبناها myth المفترض إنها خرافة مش حتساعدني عشان إحنا نكون بنحقق نيجوشيشن سليمة بتعمل win-win situation تعالي نشوف مع بعض اللعبة بتاعتنا و بنشوف من اللي هيفوز معنا في هذا النشاط البسيط اللي بينا دحكت لحضراتكم اللينك حالا دلوقتي على الواتس ال-chatting أوكي إحنا معنا اتنين يونيكورن من اليونيكورن اللي معنا بتعرفين طبعا يعني يونيكورن في البزنس صح البزنس اللي بتتحول قيمته السوقية من تنصفرك في البداية خلص بعد شركة ناشئة بعد ديرة أعمال وأصبحت إلى قامتها السوقية مليار دولار في معنا اتنين يونيكورن تعلامة حلوة يعني هي بركان آآ أوكي في فود ترينت الناس اللي بتحب يبقى عندها بصمة و حلوة طب يلا بينا نخش مع بعض على الجيم الجيم بتاعتنا اسمها حقيقة مخرافة بخصوص بالتوفيق السؤال الأول في البزنس في النيجوشيشن يا إما تكسب يا إما تخسر في النيجوشيشن الدنيا مكسب وخسارها حقيقة ولا خرافة معلش يا أدم هعمل ميوتن اسفل أوكي طيب لما هي أخرافة 11 روحي ميجاوين علينا أخرافة في النيجوشيشن أنا عايز أخش بأنو مينسيت يا إما أنا وين يا إما أنا لوز يا إما الطرف اللي قدامي يا إما لوز ولا أحسن منهجية بالنسبة لنا يسميها إيه الأبروتش بتاعي الأفضل هي أني أخش بمنهجية الوين وين أحييكم 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 نعم أنا عايز أخش أنا أكسب والطرف الآخر بيكسب أنا عايز أنا المورد اللي بيشتغل معاه أكسبه وأنا كمان أكسب فأنا عايز أبص بمنهجية أكتر إيه الوين وين طيب اللي بيجاوب معاني صحة واجبته سريعة سريعة إرثمان ما غيرش اسمه أو ما غيرش اسمها في المركز الأول تد في المركز الثاني برضو ما غيرش اسمها وسندوس في المركز السندوس سندوس في المركز يا ربين السؤال الثاني جود نيجوشياترز آر ميد المفاوضون الشطار نقدر نصنعهم دايماً عندنا معتقد من بيوتنا من زمان إن أنا نازل اشتري حاجات عاركد معايا واحد صديقي ليه أصلاً أنا مش شاطر في التفاوض أصلاً أنا ما بعرفش فاصل أصلاً الناس بتضحك علي وكأنك عندك اعتقاد بإن التفاوض ده شيء إيه جيني موجود عندنا ما ينفعش إحنا نكون مش مهارة ما ينفعش نكون بنكتسبها بالعكس أتمنى تقامن معايا باللي إحنا yes we can learn it أحييكي يا سندوس يلا بينا نروح للسؤال نشوف الأول الفائز إيرثمان اللي هو الفراولة يعني عم شواله ممتاز سندوس بتطلع معنا للمركز التاني وميسون في المركز الثالث يلا بينا نروح للسؤال علشان تبقى مفاوض شاطر لازم تكون مجادل جدا و يعني متمسك جدا برأيك مش بأي رأي تاني ما بتبينش مورونة بأنك يكون عندك options وبتسمح لأفكار أو للعروض بتاعت الطرف اللي قدتك لكي أني عارفين الجملة بتاعة تيكيت أو بيسموها إيه بعض لأن يعني فيه خمسة آيلين نجاحك بشكل كبير جدا في التفاوض مبنية على أن الجملة تتبنها معي على أنها خرافة هتفرق جدا معيكم من أن تتبنها معي على أنكم خرافة سندس بطلع معنا مركز الأول إرثمان مركز الثاني ما يسون الثالث أنا أشوف السؤال الرابعة أو that will be actually make you repulsive يس يس سندس يس نايس بيبل فينيش لاس ده مثل أجنبي أكيد الناس سمعت عنه قبل كده الناس طيبين بيخلصوا أغر ناس عارفين أنا مثلا ممروة فين في لاين لو أنا زعقت مدير الفرح هي ماشيين أسرع وممروة عشان هي طيوبة فماشي متأخرت المروة دي ففي النيجوشيشن أنا عايزك يا لينة تبقي زي ما انت بس بعرف إزاي مش كلمة تخدعني نايس بيبل كان فينش فرست عادي بس أنا 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 شطرة في التعامل مع الاستراتيجيات بتاعت يعني بتاعت أو بتاعت الفصال أنا بيتحك علي أنا شطرة جدا في أني أعرف أتعامل مع المواقب اللي زي كده معاليش حتى سمدوا سواءت معنا معنا في المركز الأول لكن راشا في المركز التاني أجريس خش كده وخليه اعتذر خش وخليه عندك الأبر هاند خش وجدته سريعة لاب سايت معنا في المركز الأول ما زالت أو ما زال هتروح للسؤال للبعض لائنج نوت هلبنج لائنج نوت هلبنج يس يس هت 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 كبيرة فأنا فأنا بقول على أرقام مش مظبوطة موجودة عندي بوعد العميل بوعد مش مظبوط السابلاير بتقوله هتتفعله كاشو هتتفعله آجل لما تقول كده سونر أوليتر هتتقفش صح ولا لأ سونر أوليتر وبالتالي للأسف هيبوز معايا التفاوض المستقبل هتتفعله آجل لأسف هتتفعله آجل رشب بتحاول تقوم بيت تعالى نروح له السؤال السابع السريع المفاوضون الشطار بيعملوا instant money تحت رجليهم على طول لو عايز أحافظ على علاقة طويلة المدى شاطرتي في أن أنا بص على إزاي أقدر إنتجريت مع الطرف الأدامي وأعمل مكسب طويل المدى بشكل يكون جيد بس بحولي كده مثلا أنا بتفاوض دلوقتي مع أدهم مثلا فبقوله أدهم إحنا بنا وبن بعض فيه 10% بنتفاوض على بعض عليها 10% فأنا بقوله أنا أخد 5% وأنت أخد 5% فأدهم كان أشتر مني قال لي يا عبادة أنا حديك أنت 6% ونأخد 4% بس بالحق الضريفة دي قدر يبني علاقة طويلة المدى بينه وبينه ويحافظ على 4% تكون موجودة طول العمر أو طول التعاقد بتاعنا على العكس لما يكون بدأ يقول لا أنا أخد 6% وأنت أخد 4% وممكن الموضوع دو ما يدمش وعبادة ما يكملش معاه لأن مثلا عبادة عنده مزايا معينة وزي ما قالت مروة لفريج عنده نفوز عنده مصادر قوة فأنا عايز أكتسب دو وحافظ على العلاقة طويلة المدى حتى لو 4% أقل لكن استطعت حافظ على العلاقة طويلة المدى حافظ على الرافة ميدي أنها تقرر على طويل سندوس بتحاول ترجع تاني بس ما زالت في المركز الأول الناس اللي بتتفاوض مع العملا دائما فبيقولك أنا أنا حط ساق أبدا ما جاء تفاوض معي أنا هجي بالحاجة للمصلحتي أنا بس أو لا أنا عايز أكسبك معي دائما وجهة النظر دي خصوصا لو عندكم شركة في البزنس بتاعكم دائما الشريكة يقولك إيه أنت بتبص لمصلحة موضة 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 صح اللي بيفكر دائما بالوين وين بيتم اتهام وداخليا بأنك بتفكر في مصلحة الناس أكتر مننا بس أنت فعلا شاطر جدا لأنك عشان تقدر تفكر في مصلحة اللي قدامك فبتخلق وين وين بينك وبين غير ما تيجع على نفسك طبعا ده بيحافظ على علاقة طويلة المدى بينك وبين الطرف اللي قدامك اللي بيجاوب معي صح وإيجاب سريعة لفصية لقسات بتقع رشا سيكلا تاخد مركز لأول بالفعل سؤال التاسع مهمة قوي الجملة دي في التفاوض في ناس احتمال ممكن تضغط على العواطف شوية ممكن حديث تتأثر الطرف الآخر يتأثر بالعكس ونحتض ونكون عندنا تفاعل جيد الآخر سبعة وسبعة اتمنى تقاملوا معي بان انا مش عايز اكون اموشنل في التفاوض لكن اشعار اللي قدامي بدأ يقول لي انا الموضوع ده حيعمل لي مشكلة مع شريكي مع مش عارف ايه انا محتاج على العكس لما تقول ايه لا احنا منكلم بزنس يزعل ما ازعلش بدي مش قضيتنا لا 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 انا عايزك تكونسيدر الاموشنز بشكل كبير كونسيدر بس مش ما تبقاش اموشنل وات اباوت بوكر فيس ميثود اا اوكي بوكر فيس از 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 يعني بوكر فيس حقيقة مش مش وحش اكيد بس الاحلام ان انا اكون زي ما لينة كتبت لنا السلام عليك يا لينة اني اكون اموشنل انتليجنت عارفة ازاي يعني حتى لو انا بدأت حاجات تعبر عني بس انا انا اتضارة بس دي حاجة اكيد هتبقى مش كويسة مع الفريق بتاعي تمام ف ايه المانع اكون بعبر عن بعض المشاعر بتاعتي بس بزكاء اعطفي حقيقي يا لينة والله اللي بيجاوب معايا صح وجه بتاع سريع رشع عنا شغل ممتاز بتاعي نشوف السؤال الاخير trust your gut but go prepared لما تخش في التفاوض ماشي هرتاجل شوي هعتمد على الحس الداخلي والصوت الداخلي لما يجود جوايا بس i go prepared محتاجة شرح اكيد اتفرقتوا اكيد على شارك تانك اتفرقتوا على نيجوشيشن بينكم بين العملة لما الحد يطلب بني بحاجة يغير في لازم تكون محضر السناري ده حاضر معايا وجاهز معايا هنشوف خلال التحضير اللي نعمل هزاي اللي فازت معنا في هذه المسابقة هي شوف راشا ولا الكلاني راشا راشا بتفوز معنا تحياتي يا راشا هانم رجاء انت واصلي مع لينا عشان هي هتديك الكونتكت بتاعتي وحتتنتب مع بعض one coaching session for you عشان انت فوزتي معنا brief charge الستارتاب بتاعتك عشان خاطر اساعد حضرتك اكتر في موضوع ال وحييك يا راشا ودي حاجة بسيطة قدر اقدمها ليكي اللي بفوزك معنا طيب نروح بقى مع بعض بعد ما شفنا مع بعض التعريفات وفهمنا المقصود بكلمة النيجوشيشن بشكل كونسالين تعالوا نتعرف على حاجة اسمها الابروتشيز ابروتشيز في النيجوشيشن كانت في مدرسة قديمة ومدرسة حديثة في النيجوشيشن زمان كنا بنشتغل بمفهوم يعني يعني انا بقسم الطرطة بيني وبين الطرف الاقدامي لكن دولتي بنفكر بشكل يكون اديكم مثال بسيط دلوقتي انا عبادة معايا اتنين دولار ومجد معاها اربعة دولار اوكي فانا وهي روحي نشتري بيتزا والسلايز الواحدة تمانها دولار واحد بس فيه مكتوب معايا فيه مكتوب عندي بيقول ان لو انت اشتريت ستة هتاخد اتناشر هتاخد البيتزا كاملة يعني مش مجرد الستة بس اوكي ادلوقتي معيش غير اتنون دولار وادهم معايا اربعة دولار وانا وهو لو تعاوننا معاها وعملنا ديل نقدر نوصل للي احنا نشتري البيتزا كاملة بتاعت اتناشر تفتكر نقسم الموضوع ازاي بينيو بن ادهم يعني يعني قوليلي نقسمها ازاي دولارتي انا هاخد اتنين وادما ياخد اربعة المفترض لما نتعاون مع بعض الستة البقية نقسمهم ازاي فضل علي يعطيك العافية عبادة وشكرا لك مرة انا صراحة مرة علي هذا من قبل فعارف اجابته يعني بسحب شاركة معكم ايضا الفكرة انه في اش بنسميه باتنا او هي الاش الاضافي اللي بيجي من التحقق الشراكة بيني وبين الشخص الاخر فالاش الاضافي هو الاش اللي بنخلق بناء على التعاون بيننا فاذا اي واحد مننا نسحب من هذا الاتفاق رح نخسر فبالتالي الاش الاضافي اللي رح ينضاف هذا هو اللي بنقسمه بالنص والبقية بتقسم حسب كل واحد مساهمته عشان بس يعني نرجع للارقام حضرتك كتعة تفح التوتل التوتل اتناشر كتعة توتل اتناشرة بس انا هدفع 8-2 وتدفع 8-4 نقسمها بنا ازاي عيد مرة ثانية بس اقتل الارقام مرة اخرى اتنين انا هدفع اتنين 8-2 وحدد اتفع 8-4 لو كل واحد فينا هيشتري الواحد انا هاخد اتنين وتداخد اربعة بس فواحد رح ياخد اتنين زائد ثلاث واحد رح ياخد اربعة زائد ثلاث احمد واحد هياخد ايه الستة الاضافية اللي انت بتفكر فيهم هتقسمهم الثلاثة والثلاثة انا فيهم منك صح بك واحد بالزبط فواحد رح ياخد خمس حبات والثاني رح ياخد سبع حبات اوكي مفهوم حلو جدا طيب حد عنده اوفر تاني واتنان تكتبونا جمعني في الشات يعني ممكن تكتبونا مثلا كده واحد زائد خمسة بالشكل ده يعني مثلا اللي اشترى اتنين اللي كان نشتري اتنين ياخد واحد اضافية واللي كان هنشتري اربعة ياخد خمسة وعلى فكرة عبادة المفترض يكون مبسوط بالديل اللي زي كده لان يعني يعني عبادة طالما اشترى اتنين يبقى ياخد اتنين عليهم والاشترى اربعة ياخد اربعة عليهم يبقى التقسيم كام اربعة وتمانية صح انا كده افهم صح ماشي احلام اذهم كتب لي على حسب التفاوض عجبني يا ادم على فكرة ماشي ايه كمان في حاجة اسمها تقسيمة العدل عارفين او بالثيرد وانت سيمتي بالتو ثيرد يبقى نسبة وتناسب زي ما مؤمن بيقول لا انا هاخد اربعة يعني مش هاخد خمسة زي امكان من شوية علي بيقول لا انا هاخد خمسة والطرف الاخر انا هاخد خمسة الاخر ياخد سبعة لا انا هاخد اربعة والطرف الاخر ياخد تمانية ازين ايضا نسبلت الباي بيننا بعضين النسبة وتناسب اللي ممكن يدفع اقل ممكن اللي يدفع اقل ياخد اكتر يمكن بالضغط يدفع يضغط على الطرف اللي قدام بس مش يعني يقول الستة اللي جاية الستة اللي جاية اللي جات لنا ديت وجودها من عدم وهو جاء ناتج جاء نتيجة ايه التفاوض يبقى ناخد ستة زي زي تخيلي ادم ان فيه ناس ممكن تخش التفاوض تقول انا اخد ستة انا انا هاخد ستة والطرف الاخر ياخد ياخد ستة طيب انا بقى مبسوط بالتعليقات الموجودة طبعا هي هي زي ما قال علي ان التلاتة والتلاتة اللي تتقسم الستة اللي جايين اضافيين تتقسم تلاتة وتلاتة لو لو وجود التعامل ده ما كانش هيحصل التأسيمة دا فدي كانت المفترض افضل تأسيمة بالشكل اللي يكون بنسمي احنا لكن انا متفق مع ادهم في حاجة ان انا ممكن اقبل عبادة ممكن يقبل مش الوفر بتاع علي ان انا اخد خمسة وعلي اخد سبعة لا انا ممكن اقبل الاربعة وانت يا علي تاخد التمانية بالكامل ان انا هروح اريح على الكرسي وانت هتروح تدفع الحاجة بنفسك وتجيبها لي لحد عندي حد تدي جيب لي معها منديل حتوفر هالي المكتب موجود عندي حد وصل لي الفكرة ولا لا ان انا ايوة حقيقي يا سندس ان انا ملهاش دعوة باني اسبلت الموضوع دا انا بسأل سندس سندس هونت بتشتري بيتزا هنا من هنا كل يوم بتقول لي اه اقول لها طيب وبتعامل ايه كمان معاها بعمل كذا طب حلو قوي طب انا ما عنديش مشكلة ان انا اقبل ان انا اخد اتنين زيادة من الزيادة الستة الجايين اخد انا اتنين وانتي تاخد اربعة بس انا هكون موجود في المكان او ادفع لك فلوسي كل اسبوع عشان انا مش هبقى معايا كاش كل يوم you got me ان ممكن يكون في الوضع المثالي علي قالينا حاجة ده المين اوبجيكتف بتاعتي المين اوبجيكتف ان انا اخد تلاتة وتتقسم ايه تلاتة وتلاتة واصلة جماعة ده ده المين اوبجيكتف بتاعي لكن عندي options يعني ايه عندي اوبشن يا جماعة يعني انا وانا داخل التفاوض ما ينفعش اقول حق ربنا الستة اللي جايين انا اخد تلاتة وانت تاخد تلاتة لا انا انا منفتح بالتفاوض ان الطرف اللي قدام يمكن يقول لي لا انا بدافع اكتر يبقى ااخد اكتر عينينا ماشي بس اصاد هاي هتجي بهالي حت مشكلة في اني اقدر اطلع وانزل في الدي برضو نفس الكلام بالنسبة للشخص العلي اللي كان بيدفع اربعة وانا بدفع اتنين ممكن يقول يا لما عنديش مشكلة ناخد اتنين بس واقبل بستة وانت تاخد ستة زي زي بس اصادها هتبقى بتعمل واحد اتنين تلات اربعة فبرضو نفس الكلام يا علي وانت بتتتفاوض مع مستثمر وانت عايز اخب منه ده عايز اخب منه مئة الف دولار وصاد ايه وصاد خمسة في المية هو دماغه بالتلازينة عايز عشرة في المية بس عزي المئة الف جنيه وصاد عشرة في المية علي ممكن يقول لا التفاوض كده فشل والتاني بدأ التقف في حين لو علي محضر اوبشنز حيقول مئة الف دولار بس وصاد عشرة في المية given the following ايه اللي ممكن تبقى موجودة عندك يا علي طبعا مش انت الوحدة يا علي اي حد يساهم معايا يقول لي ايه اللي ممكن اخده من الانفستر علشان اتبارها قبولي بالخمسة في المية الاضافية اللي هو هياخدها لكن لو انا قلت له تمام تحت امرك كده انا بتاخد اول قلم انا عملت عملية التنازل ازاي في التفاوض ما عملش عملية الكونسيشن ووصل لمين يكون حلو ولطيف في المثال بتاع الانفستر ممكن اطلب منه شروط دفع لصالحي وبتناسب وضعي المية الف دولار اللي كنت هاخد اوساط خمسة في المية كان هتوزعه تباعا صح ولا لا يعني مثلا كان خمسين الف في الاول بعشرين وبعدين تلاتين جناعا على معينة صح لكن انا لما اخد المية الف جنيه قصاد عشر في المية انا عايزان كلهم كاش امتى النهاردة طبعا تفرق هدي كده ايه الفلوس تيجي امتى اتنين ايه تاني ممكن يبقى موجود يا سلام عليك يا عنان عشر العشرة انا دلوقتي هاخب منك المية الفين بس انت تتعهد معايا ان لما يوصل الارقام الفلانية تجيب معايا انفستر ثانية بتتخني بسايكل تانية اخش فيها انفستر تكون اكبر هيك عنان ممكن اكون عندي ربح السبب معين لعمل تلك الشراكة كده بتبين اللي عندك انت لأ انا عايز من الطرف اللي قدامي ايه انا اديته خمسة في المية زيادة وصدها عايب في ايه قد يكون يا جماعة networking يعني هيوصلني زي ما قال عنان قد يكون payment term هتفحك هتجيلي فلوس بعد ادي ايه قد تكون هيديني resources من عنده يعني الرجل ده عنده location عنده شركة بتاعته فهيديني حاجات مجانية اتجاه واحد اتنين تلات اربعة هيديني تكوين في الشراكة بيني وبينه من ناحية الليجل وصلة كده جماعة اني ازاي اقدر اقيم حاجة اسمها المدرسة بتقول ايه دلوقتي المدرسة بتقول ان حضرتك بدل من خش في حدة نقسم برد نصين وكده نعمل ايه بص مكتوب ايه نكوانتفاي الخمسة في المية اللي انت عايزها ازاي ازاي نقدر اعملها طيب نفس الكلام نسبة للقاسمر والسبلاير دلوقتي انا طالب من رشا انا عميل مثلا وطالب منها ان انا هي بتبيعلي خدمة بتاعتها بمية دولار فاقول لها تمام مفيش مشكلة بس انا هشتغل معاكي بس لو ديتيني ديسكاونت بخمسة في المية رشا لأ انا مش حديك ديسكاونت بخمسة في المية بس انا شطرة فالنان قدر قدر ديسكاونت بخمسة في المية given the following تعالوا بصوا على الحاجة اسمها substance substance اللي هي مادة التفاوض بتاعتنا substance بتاعتي مش شرط تكون بس الفلوس لكن بتاعتها تدفع اجل ولا كاش ممكن تبقى أنا معديش مشكلة لديك ديسكاونت خمسة في المية اللي انت عايزها بس نمجي مع بعض ان انا مدة زمنية لا تقلع عن سنتين ممكن تبقى كمان الدليفري الدليفري يعني يعني علي ولا عليك ممكن تبقى additional او additional سورفوس اللي كنت ناوي قدمها مش هبقى بقدمها ممكن تبقى حاجة مهمة قوي اسمها بقى ايه ال أنا معديش مشكلة يا رشو بس بس لما تزويدي حتم الشغل بتاعنا بيكون بقد كده ساعتها قدر بس بس فانا عايزكم تكونوا متفتحين جدا في عملية التفاوض انك ما تقفلش زينك على مجرد بس الحق حاجة اسمها الفير او او انا عايزك تبص على اللي ممكن تكون موجودة بيني وبين الطرف القدامي ممكن لسبب ان احصل على صمعة معينة صحيح يا ده شيء معنوي ماشي يزاودي بتاعي مظبوط فانا عايزكم يعني بنظرة انا مش هكلم عليهم كلهم بس بصوا كده شمال دي المدرسة القديمة في التفاوض كنا بنركز زمان على ايه على 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 دي المدرسة معروفة جدا في التفاوض لو انا داخل معالينة دي المدرسة في التفاوض الساعة اللعب عليها ايه soft hard لكن دي المدرسة باشتغل ال principles حد فاكر ال افضل مناف افضل بنيفت سليكي لكن ده مش هيوصل او ده هيخلي الموضوع يبقى باك انفورت كتير مش هنبقى في البروسوس لازم تبقى بدل بدل نن نجوشيب اللي بنروح اكتر لإيه بدل ما بنفوكس on the problem on the person on the people في النيوشيشيش بنفوكس اكتر على البروبلم بدل ما بنركز على السعر بنركز على القوز بدل ما بنركز على الريلشنشيب بنركز اكتر على البروتنرشيب اللي عبارة عن long term relationship you got me يا رب تكون يعني المدرسة الموجودة على اليمين ده لانا محتاج اتبناها اكتر في عملية التفاوض اكتر مني يروح للمدرسة القديمة في عملية التفاوض اللي موجودة on the left انا عايز اروح بقى دلوقتي على طول معنش كنت احكلم في top qualities لأعلى التفاوض على ايه النهاردة بس خلينا اروح معاكم على طول لعملية البروزيس البروزيس بتاعتي عبارة عن اربع حطوات رئيسية لعملية التفاوض رقم واحد هي الpreparation ازاي اقدر للنجوشيشن وبعدين اعمل عملية في الميتنج والمدرسة الحديثة في النجوشيشن اني اكشف رأي ولا خبي من الاول خالص ابين كروتي اقول له بص انا عندي واحد اتنين تلاتة وبقدم لك على الطاولة بتاعتي في التفاوض كذا وكذا وكذا ويميني انت كمان تكشف كروتك عشان اخط ان احنا فهمين اللي ممكن نلعبه مع بعض عشان نسستين لو في كرة تخبيته علي وكابرت انا خبيته عليك ما هنعرف بعد كده وبعدين ده هيأثر على البروزيس البروزيس ازاحتجناها واخر حاجة اللي محتاج اكون بحضره بقى حاجات كتير محتاجة اكون بحضرها زي يكون ما تعرف على مخاوفي الشخصية الهوت باطنز بتاعتي دلوقتي انا داخل في تفاوض بيني وبين علي خايف اقترح عليه اوفر فيقولي لأ فلازم تعرف على الخوف بتاعي انا الخوف بتا جاي من الرفض ولا جاي من من الهيميليشن او من الخوف اللي جاي موجود نقاط ساخنة لو انا بقول مسلا اللي علي ايه وعلي بس انا حط فلوس معاك زي وانت في فلسطين من الموضوع ريسكي لا ومالها فلوس دي فأنا انا محتاج اعرف ان هو النقاط اللي ممكن يضغط علي فيها وانا زي اقدر اتفاعل بها بثبات انفعال وجمع معنوات عن الطرف اللي قدامي وحدد بقى حاجة اسمها واب وبتنة وزوبا وحاجات كده هتتكلم عليها دلوقتي اوكي طيب ركزوا معانيا في الحتة دي عشان انا قبل ما اخش في الديل بيني وبين علي انا بعمل ديل بيني وبين علي دلوقتي ادرب مثال بسيط مثالة عربية بيوضح جدا جدا قبل ما اخش في التفاوض بيني وبين علي لازم اكون عارف في الاساس ايه هي اه فين هي اه شايفين شايفين في التحت خالص قبل الاخيرة بحدد لنفسي حاجة اسمها الانكر الانكر ده اللي هو اكسر حاجة ممكن اوصلها في الديل وحاجة تانية اسمها واب واب لاي ووك اوي بوزيشن يعني ايه الكلمة اللي لو سمعتها من الطرف اللي قداني هقول له انا اسف بنسحي مش هقدر اكمل الديل بيني وبينك بس طبعا طبعا المساحة الكبيرة ما بين الواب يعني مثلا في المثال العربية اه عبادة عايز يبيع العربية لعلي طبعا هدفي اللي انا اولا اشتري العربية من العلي هدفي اللي انا افضل سعر ممكن ان انا يكون اقل سعر صح فالانكر بتاعي اللي انا عايز اشتريها منه بتلتمية ده الانكر بتاعي لكن اقصى سعر ممكن ادفعه هو تلتمية وخمسين مثلا المساحة دي لازم يكون محددها من البداية احسن سعر ممكن اوصله لو اقال سعر اعلى سعر ممكن ادفعه اللي هو بنسميه احنا المساحة دي مهم اوي اللي نكون برسمها من البداية وفي النص بيبقى فيه وفيه عرض منهم ممتاز بنسميه المين اوبجيكتف المين اوبجيكتف داخل هنا افترض مثلا ان انا المين اوبجيكتف بتاعي هو 320 الف جنيه ده احسن سعر بالنسب او سعر يعني المناسب بيحقق وين وين بين وين وين عالي ال320 دي جماعة بتاعمل ايه بقى ال320 دي بقول انا ممكن استلم منه العربية بت320 الف جيفن ان انا حلاقي ترخصها مثلا نكمل لمدة سنتين مش كوتش بتاعها كويس مش عارف علهاش مخلفات وهكذا عندي استعداد ادفع اكتر لو العربية مشية بالتوكيل عندي استعداد طبعا هدفع اقل لو لقيت العربية عليها بعض المخلفات او الترخيص بتاعها مبدال زمنية اقل دي اسمها المساحة التفاوت بتاعتي بحدد على اساسها المين اوبجيكتف بتاعي للدين ايه المين اوبجيكتف بتاعي ويبقى معايا سابورتف بوينتز بالسابورتف بوينتز النظر الخاصة بيا ومعايا فول باك بوزيشنز فول باك بوزيشنز يعني ايه يعني اه او اوبشنز متاحة معايا لو المين اوبجيكتف بتاعي متحققش ومعايا حاجة اسمها باتنة وواتنة ايه بقى الباتنة بحدد على اساسها الانكر والواب وفي جوه التفاوت ببدأ اخمن فين الزوبة اللي ممكن تكون موجودة بيني وبين الطرف القدام تحلى كده بنبص على الرسمة اللي بتوضح جدا كل شي طيب دلوقتي انا لو مكان علي علي اللي هو عايز يبيع العربية صح عايز تبيع العربية بكام احسن سعر بالنسبة لك عايز تبيع بكام طبعا كل مكان السعر بتاعي اعلى كل مكان ده يبيع العربية بربعمائة ألف ده احسن سعر بالنسبة لك عايز يبيع بي يتمنى ده اسمه بنسميها ايه جماعة اسمه الانكر الانكر طب ايه اقل سعر ممكن ارضى بي اسمه الوكاوي برايس الوكاوي بوزيشن اقل سعر ممكن ارضى بي هو مثلا 340 خلاص او 320 ده اقل حاجة ممكن ارضى بيها في النص بحدد المين اوبجيكتيف انا بس انا بالنسبة لي لو يعني مين اوبجيكتيف يعني حاجة سعر معين بحطه الوين وين سيتيويشن لما الناس تشوف السعر بتاعي ده الناس حاجز بالناس اكتر ليا للكلام ماشي فانا بقول مثلا انا عندي السعادات ابيحة بتلتمية وخمسين جيفن ده فولوين عندي السعادات اقل يعني اقل اقل عن كده شوية وعندي السعادات ازود عن كده شوية بس لما يكون بمواصفات اكتر اوكي طيب معايا اوبشنز اوبشنز اكتر اقل على حسب الجيف الترمز والكونديشنز اللي موجودة عندي ومعايا كل الاوراق اللي تسابورت ماي بوينت فيو اللي تقول انا ليه تبتمية وخمسين هو السعر الفير على اساسها مبدأ اعرف هل الدين بتاعي ده ممكن يتحدد بشكل كويس ولا لا لو معايا كما عندي نفوس قوي لو معايا باتنة ووتنة يعني ايه باتنة ووتنة يعني علي قبل ما يعرض العربية علي ويكلم معايا تفوض جاله عرض من قريب لي قريب لي قال له يا علي خلي بالك انت لو اشتريت لو انا ممكن اخد العربية بتاعتك بس اخدها مثلا بتلتمية الف فلما هو قال له تلتمية الف قال له والله عرضة كويس بس اخديني اشوف برده في السوق الكرت بتاع زميل وبتاع قريب اللي موجود معايا ده اسمه ايه اسمه باتنة عايزين نفرق بين حاجة اللي جماعة في التفاوض بين حاجة اسمها alternative بست alternative تنجوشيت يعني البداء اللي عن التفاوض لو التفاوض اللي عندي ده فشل ايه اللي موجود عندي برا لو التفاوض ده فشل كل ما يكون معايا بديل واثنين وثلاثة ايه مثلا انا بتتفاوض معها مجد مثلا هي بتتفاوض مع انفستر عبادة الانفستر اللي وحيدة اللي موجود عندها كده هي ما عندهاش جود ما عندهاش مبالاش بوزيشن خليها سامية اكتر النفوذها مش عالي وضعها ضعيف طب لو هي جالها عرضين ثلاثة من انفستر تنين وجاية تتفاوض معايا كده بقام عروض الاخرى اللي موجودة عندها بيخلي عندها جود او جود لفرد يبقى معاها alternatives تنين طب هي دخلت معايا في التفاوض بتقول لي عبادة انا عندي ليك قبل بيكون بتفاوض مع الطرف اللي قدامي بحاول بحضر الات رقم واحد المين اوبجيكتف بتاعي اتنين السابورتين بوينس اللي بتدعم وجهة نظري انا تلاتة الابشن اللي متاح علي اربعة البتنة والواتنة اللي بحدد على اساسها what if النيجوشيشن ده بوز او فشل هروح لفين الانكر اللي هو احسن حاجة موجودة عندي والواب اللي هي لو سمعتها لو قدامي قال لي حديكي مئة الف دولار واخد خمسين في المية من البزنس حقول باي باي مسلا علشان على اساسها ابدأ احدد الزوب اللي بيني وبين الطرف القدامي في عملية النيجوشيش خلينا ادرب مثال يكون دلوقتي انا وزميل لي حبينا نطلع نتشارك مع بعض في غرفة في قصدي في شقة انا من السكندرية وحبيت انا وهو نروح نسكن في القاهرة اتفقنا مع بعض لكل حاجة بالنص بس استشعرت ان بعد فترة هو بدأ يحس ان هو متدايق شوية لاني انا ارتيست انا بعت في البيت اكتر بستخدم البيت اكتر منه فقلت انت فضل يا مرؤ هو معلش الفقرق بين الانكر والواب حق قلت الانكر ده احسن سعر انا بحطه احسن ديل احسن ديل اوصله اه يعني لو سمعت حاجة بعدها الواب اللي هي وكا وي بوزيشن اه اه لا انا انا اصد الانكر اللي هو ده احسن سعر ولا اقل سعر يعني انا حصل لي بس الاغبطة ده احسن احسن اشتري ولا مشتري اشاري ولا باقع بس بس انت دلوقتي انت المشترية يبقى الانكر بالنسبالك اقل سعر اقل سعر اه تمام ويه لو كوي انا انا عبدال اعلى اعلى لو سمعتي كلمة مني 200 دي حاجة حلوة قوية لو سمعتي مني 400 اكتر من 400 مش هتفع صلاح اه انا بائع احسن سعر هو الاعلى والسعر بالنسبالي هو الاقل تمام نفس الكلام بالنسبالك يا مارو لما تخش مع انفستر انا دخلة انكر في الغالب الناس اللي بيخش في الشارك تانك بيخش يانكر يعني يخش يانكر يعني يخش يرمي الخطاف بتاعه ويحاول استطاد صيدة كبيرة فبيقول له انعارض 15% وصاد 100000 دولار مثلا اوكي فالتاني يقول له لا مش احسن حاجة قال له طيب خلاص انا عندي ليك ممكن اخد مثلا نفس 100000 دولار وصاد 20% بس بس سمحت ديني نتوركينج وديني اكسس للماركت فالتاني يقول له ماشي هدي بدأنا نتكلم مع بعض بس انا معايا ايه معايا انكر بابتدي بي لما انا النسبة المقوية بتاعتي بتزيد على نفس الرقم بتاعي لحد فين بقى ما ممكن هو يقولك ان انا حديكي نفس 100000 دولار وديكي بقصاد 25% انتي لازم تكون حديدها نبص كده على المثال البسيط بتاعنا نطبق عليه دولوقتي عبادة هو واستاذ محمد مثلا طلعوا يسافروا هيشاركوا مع بعض شقة موجودة في القاهرة وهو من اسكندري انتفقنا كل حاجة تبقى في 50-50 بس انا عبادة فريلانسر وبعض في البت كتير وفنان وهو الناحية التانية عنده فول تايم جوب بتاعته بدأت تستشعر انا عايز اول حاجة بحددها حاجة اسمها اللي هي المادة بتاعت التفاوض بتاعت التفاوض لانا فيه ده فيه ثلاث حاجات صح ولا لأ الرينت الرينت بقسم الرينت ازاي بين وبين اتنين اللي هي اللي هي فواتير الكهرباء والمية والانترنت وكده تلاتة هي ايه اللي هي الاعمال المنزلية وصلوا حلو زي ما كان الموضوع ايه في التفاوض في الديل بتاعنا القديم كان كل حاجة 50-50 لأ انا دلوقتي اخش التفاوض مع اخش اعمل ايه ارتجل ولا محضر اتمنى يا فندم تكون محضر هدي بقى مثالة ازاي يطبق الموضوع بصوا كده فانا داخل التفاوض مع زميلي ده وتقوله ايه طبعا اول حاجة اختار مكان يكون الحيادي الريسيبشن مثلا او تحت فقا كفية احنا اللي بتين بنرتاح فيها اول حاجة بحدد فيها اسمها فبقول انا اخش عليه اقوله عرض شطب انتك مهيماني اللي هو ايه اللي بيخلص على طول انا هقوله انا الحز انت متضايق للفتر اللي فاتت وحقوله انا عندي استعداد الايجار هيبز ما هو 50-50 احنا متفقين كده انت بستخدم البيت اكتر بستخدم البيت اقل من الاسبوع اللي فاتت كنت مسافر عند اسرتي وما ترقت من ادفع اقل فكده كده الايجار 50-50 بس ما بقي اني بقى في البيت اكتر انا هدفع 60% من وما اني بستخدم البيت اكتر فانا هدفع فانا مثلا هنظف البيت اربع ايام وانت ثلاث ايام بدلا نكون بنقسمها يوم ويوم ده المين بتاعي بتاعتك يا عبادة اني احنا اتفقنا مع بعض المسج بتاعت الواتساب او ان انا لو انا اجست وانت ما اجستش ده مش معناها اللي احنا بنخلف الاختلف في الايجار لكن انا معايا ورقة بتقول ان فواتير الكهراب بخلال الفترة اللي فاتت تزايد بمعدل فقط 15% او 20% فعشان كده انا عندي استعداد اطفع 10% فقط من الفواتير انا عارف ان انا بقى بهد الريسيبشن برا فانا هزود يوم زيادة كمان في النظافة دي الفريدي يا لينا انت داخل في الاجتماع امجا قالك لا الدين بتاعك ده انا مش موافق عليه اللي هو ايه 50-50 60-40 اللي هو مش مختلع بدأت لازم يكون معي انا ايه صح وانا بفترض ان هو لو قال لي لا عاديل ده هيبقى عندي استعداد ادفع 70% من مفيش مشكلة بس قصادها انا مش هنضف غير ايكوري زي زيه والبردو الايجار زي او تاني ان انا عندي استعداد ادفع زيادة في الايجار بس مش هدفع ولا مليم زيادة في والنظافة هتبقى زي ما هي فهمين قصة زي انا بالعب في اللي موجودة معي بعلي حاجة وقالي من الحاجة طيب لازم وانا داخل يكون معي باتنا ايه اللي باتنا بتاعتي تفتكروا ايه اللي ممكن تكون باتنا دلوقتي قبل ما اخش لازم يكون معي باتنا عشان الناس تبقى شطرة معي جده وتقول لي الباتنا بتاع تعباتها هتبقى ايه في الغالب يمكن مكان تاني سجار تاني او خد تاني ناوي براو عليك فنان تاني صديق ليا عنده اوفر ليا قال لي انا ممكن اخدك عندي بس هو ساكن في المعادي بقيت شوية الحمام مشترك للأسف لكن المكان اللي احنا فيه حمامين ومنفصلين هو عرض راضيني او لا مش راضيني يا سندس هو الباتنا دي لو هي راضيني كان زي ما لي روحت لها صح لكن بس هو جود كارد جود كارد يكون موجود معي عشان على اساسه الباتنا دي بحدد على اساسها الواب يعني ايه بقى الواب يعني انا اساسا لو كان علي لو سمعت وقفر معين لو لسه بقيت اقل منه انا روح بقى للباتنا بتاعتي الواب الواب بخش بها بقول انا مثلا بقول ايه من البداية فاكتنا زيميلي اللي انا بتفاوض مع بتاع القوضة ده انا بقول ايه انا لو سمعت لو هو قال لي تدفع 80% من الايجار 70% من اليوتيلتي او سوري 70% من الايجار 80% من اليوتيلتي وتنظف خمس ايام وانا يومين اذا سمعت منه ده هقول له ايه باي باي دي اسمها ايه دي يا فاندم اسمها ايه مروه في التفاوض اسمها حدودية في التفاوض بس لازم كمان اكون محدد الانكر يعني ايه الانكر الانكر اخش اتمنى ان الوضع يبقى كما هو صح ده احسن حاجة ممكن تحصل بالنسبة لي ان الدنيا تفضل خمسين خمسين في كل حاجة ده افضل حاجة بالنسبة لي واحتمال كمان ارميها في البقاول اقول له انا ملاحظ اللي احنا يعني دني انت في جمود شوية في العلاقة انت متأثر بالموضوع اللي انا بستهلك البيت اكتر هو يقول لي لا ابدا انت كنا حاجة في الشغل عندي انا بس حبيت اتأكد ان الوضع ده مريح لي وليك تمام ده الانكر بتاعي لو اتحقق يبقى تمام زي الفليو لان هو مرضي للطرفين مش بدايق حد لكن لو فصلت ان الانكر بتاعي خارج الزوبة بتاعته زي الرسمة اللي موجودة هنا شايفين كده الرسمة لو انا الانكر بتاعي احسن سعر موجود عندي او احسن اخر موجود عندي هو بر الزوبة بتاعته يبا لازم ادور على الابشن تدخلني انا وهو في الزوبة بتاعتنا فبدور على المساحة اللي انا وهو ممكن نقدر نتلاقى فيها اوكي انا حاولت بقدر امكان بالشكل كده سريع اقول لكم انا محتاجة اكون بحضر في ايه وطبعا طبعا ده المثال بتاعي البسيط جدا بس احنا ممكن على نفس المثال ده نبدأ نعممه على اي حاجة لو انا بداخل التفاوض مع مثلا شريك لي حضرتك مثلا يا مجد عندك او يا عقوب عندك وكيل موجود في مصر الوكيل ده بيتفق معاك ان هو بياخد تلاتين في المية من الارباح انت بتقول له ايه لا انا عايز اوصل معاك لعشرين في المية فانت بتتفاوضه مع بعض من التلاتين الى عشرين ان انا انا حديك عشرين في المية بس لكن هتلاقي فيه دعم في التسويق هتلاقي فيه هتلاقي فيه هتلاقي فيه فانا ببدأ اتفاوض مع الطرف القدامي ومعايا مين اوبجيكتف سبورتف مين اوبجيكتف ايه اللي بيسابورت المين اوبجيكتف بتاعي ماشي ديفنتلي يكون معايا اللي يحسن منها الابشنز وفرقوا ما بين الابشنز وما بين الالترنتيفز اللي موجودها معايا اذا كانت بست وورست الانكر و الواب واخيرا يكون معايا في بداية الميتينج بخش مع الطرف القدامي في فهم كويس قوي للزوبة بدور هل الكلام معايا يعني مثلا بتفاوض مع مروة هي الانفستر بتاعتي بتفاوض معايا بقولها انا عايز ميت الف دولار وصاد عشر في المية لقيتها بتتكلم معايا بتقول لي لا ادنى اخري ادي خمسين الف دولار واخد خمسين في المية هي كده اساسا بره الزوبة تماما بره المساح اللي ممكن اتفاوض فيها لان هي بره الواب بتاعتي صح فساعتها بقول لها بس اتمنى ان احنا نخش مع بعض فساكل جديدة نكون عملنا افضل لبزنز بتاعنا بشكل يكون احسن اتمنى بس الانت لما تكون التفاوض ما بينجحش سيب الباب موارب لوقود تفاوض مستقبلي الطرف القدامك ده ممكن يغير من وجود نظره انا كمان ممكن يغير من وجود نظري امر بمرحلة مختلفة سريعا بما اني انا خلاص حضرت كل شيء انا كده جاهز انا اخش في النيجوشيشن بتاعتي بس يهميني جدا وانا داخل في النيجوشيشن اخد من خلال من خلال من خلال اللابس بشكل مناسب كل ده بالنسبة لي بيديني انطبعه يكون هايل واهتم جدا بموضوع السمول توك السمول توك يعني ابدأ اجد نقطة مشتركة بقى انا مثلا بتفاوض مع سندوس سندوس ده انفستر داخل بتتكلم معي دخلت على البرفايل بتاعها على لينكد اين في الاول اكتشفت انها اشتغلت في شركات كذا وكذا استثمرت في كذا 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 مثلا فممكن في بداية اللقاش سندوس ازاي كان حاببا نتفاوض مع بعض على بس في حاجة اللي انت اشتغلت في شركة الفلونية في بلد الفلونية عرفت انا سفرت هناك قبل كده اغبارت ايه هناك فبالتالي ممكن نفتح مع بعضينا سمول توك سريع قبل ما نبدأ انا تفاوض مع بعض على الديل اللي حصل بيننا وبقى اللي حيحصل ندور فيها على ال common ground بصوا بقى انا اختم بالحطة دي عشان اعرف احنا وقتنا بينتهي بس ركزوا معي في الحطة دي قوي وانا داخل بالتفاوض مع الطرف اللي قدامي لازم يكون عندي استراتيجي في ال information exchange وانا بيكون عندي استراتيجي لازم من البداية خالص احدد ايه المهم بالنسبة لي وايه المهم بالنسبة للطرف اللي قدامي فحيطل عندي كم مربع يا جماعة في ال skill اللي قدامكم اربع مربعات صح حاجات مش مهمة للية ولا المروة يعني التفاوض فيها سهل وبسيط انا ممكن الات go عادي وهي ممكن الات go فيها عادي في حاجات مهمة او بالنسبة لي لكن مش مهمة خالص بالنسبة لل investor او ال customer او supplier في حاجات بالنسبة لل supplier وال customer لكن مش مهمة بالنسبة لي وهي بالنسبة لي عادي أقدر أسيب فيها زي ما أنا عايز في حاجات مهمة بالنسبة لنا إحنا إيه إحنا الاتنين اللي هي رقم تلاتة دي طيب يلا بينا بقى أخشوا معايا كده وقلولي بعد إذنكم لو أنا هخش أتفاوض مع حد بتعامل معاه لأول مرة أشتغل في إيه أنا بس عايز أدي المثال عشان يوضح مثلا بس خلينا بقى أنا بتفاوض مع كاستمر خلينا أفترض معاكم إن حجم الديل حجم الديل إذا كان كبير ولا صغير يفرق معايا أنا لكن ميفرقش مع الكاستمر القاستمر أنا عنده الريكوستك تلاوي ماشي المفجمي بدفع كاش ولا آجل دي فرقة مش فرقة معايا ولا فرقة معايا يعني في مرونة في موضوع المفجمي الدسكونت فرقة مع الكاستمر لكن مش فرقة معايا أنا أنا ممكن أدي دسكونت زي الفل ما عنديش مشكلة في الدسكونت أوكي خليني نفط رضي أن الدسكاونت هو اللي فارق معي وفارق معي احنا لاتنين فارق معانا احنا لاتنين بس مثلا الأربعة مثلا خدمة ما بعد اللي بيع مثلا فارق معاه جدا لكن أنا التي تاني مش فارق معاه أنا كده بوزع الأربعة كرود ورحنا نتفاوض مع بعض فيها دلوقتي على الأربعة كرود دلوقتي أنا بتفاوض مع عميل لأول مرة أشتغل ازاي بقى أنا وتكتك أبتدي بيئي يعني اكتبولي كده على الشاتين ولولي أبتدي واحد اتنين ثلاثة اربعة ولا واحد ثلاثة اربعة اتنين يعني اشتغل بقى انا وترتيب في التفاوض ابتدي بايه قبل ايه عشان خاطر ادب اكسب ارضية لو علاقة الاول مرة يا جماعة ابتدي بايه احلام كتبالي اربعة لعيبة يا احلام الديتو نقطة بالنسبة له مهمة لكن هي بالنسبة لي انا مش فرقة معايا فكسبت نقطة كده ماشي مش عيب بس في حاجة احلى من كده واحد البوث ايه بوث ديت وان بوث ليه اصدق صح كده اوكي اربعة مروة انا ما عنديش مشكلة مع الكل الا بس مع ادهم بس يا ادهم لو علاقة الاول مرة لو علاقة الاول مرة اهو هتبتدي بالحاجة اللي بتبقى تريتكل وسنس تبقى يعني حساسة للطرفين ممكن ما تبتديش في التفاوض بحاجة تبقى حساسة للطرفين الترتيب المنطقة يا جماعة او يعني الاصدق واحد ماشي يا خلاص الترتيب المنطقة يا جماعة واحد 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 يبتدي بيها يعني في بداية الكلام بيني وبينيها ترفض خلينا نتكلم على بند من البنود اللي موجودة معنا مش فرقة معنا احنا الاثنين بسيطة يعني هيحصل فيها وفاق بسريعة وده لأ هيحصل وفاق سريع صح والله تعالوا نعملها بسرعة وبعدين تعالوا نروح من بعدها من واحد لاثنين بما ان اتفقنا اخذ نقطة ليا بسرعة وبعدين اروح لتلاتة نتكلم فيها فيها نقطة لو بدأنا نتاني اديلوا النقطة بتاعت اربعة بسهولة هو الترتيب بتاعها واحد اثنين ثلاثة اربعة طيب لو داخل التفاوض مع حد علاقتي بيها كانت قبل كده مرتبكة شوية يعني في باد هستري لو في باد هستري بيننا وبين بعض اشتغل بقاله ترتيب في التفاوض ابتدي بايه ثم ايه ثم ايه ثم ايه لو في باد هستري بيني وبين الطرف اللي قدامي وعايز اتفاوض مع اوعة ثلاثة اربعة برابو اربعة 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 اوعة يالينا ثلاثة يعني لو في باد هستري يالينا لازم تخشي تديليه نقطة على طول اول حاجة البيم الديسكاونت اللي انت عايزه اعنينا ليك اول حاجة هي النقطة اللي فرق معايا بس مش فرق معايا أنا اديهاله بسرعة اربعة على طول اربعة لا اربعة واحد ليه يا مروة لا اللي بينا نروح اربعة مش انا خدت نقطة اديتك نقطة كاسبتك صح روحيلي على طول اتنين اخد بقى نقطة اقصادة وبعدين نروح لتلاتة اللي هي فيها جدال بيننا وبعدين ومعانا كارت واحد ده اللي هو الكارت رقم واحد ده في النقاط اللي احنا ممكن نرجع لها لو الدنيا صعب اخذ الحاجة نختن بيها هي لو علاقة جيدة بنجدد الكونتراكت اللي بيني وبين حد لقصادي وللقصادي ده العلاقة بيننا طيبة جدا وفيه هستري ممتاز بيننا وبين بعض احييكي تلاتة تلاتة وقتنا ووقتنا خلاص يا جماعة اللي فيه علاقة طيبة بيننا وبعدين نخش نعمل ايه تعالنا اتكلم في المهم حتى هو هتلاقي الشركة التانية بيقولك ايه على طول تعالنا اتكلم في المهم يبقى حتدي بتلاتة بعد تلاتة اروح لفين لاثنين اخد نقطة بتاعتي ايه مش فرق معا اتنين وبعدين اروح لاربعة وان كيس نحصل اي مشاكل بروح لواحد في النهاية موجودة في نهاية اللقاء بتاعي طيب انا عارف احنا كنا مفترض نتكلم اكتر على البرجنينج تاكتكس نتكلم اكتر على الكلوزنج بس اتليست غطينا واحدة من اهم النقاط اللي موجودة عندنا في النيكوشيشن اللي هي فكرة اولا الماينساب بتاعتنا والميثز بس روحنا كمان لفكرة البربريشن ازاي هقدر ويكون عندي الاستراتيجي في التعامل بيها في النيكوشيشن بيني وبين الطرف اللي قدامي سعدت جدا 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 بلقاءكم ويهمي لانا لو ناخد يعني لو تسمحلنا لينا معلش انا عارف انت بعت اللينك بتاع الايفالويشن بس هل ممكن ناخد سيشن صغيرك ايه وان ايه يعني نقدر يعني نحكي خمس دقايق ناخد كمان سؤال بس قبل ما نبلش فيها في الفيدباك فورم مهم كتير من الجميع يا عبو نحب نسمع رأيكم والفيدباك تابعكم على جلسة اليوم وناخد هيك نحكي ثلاثة اسئلة مهمات يا ربينان ناخد لو في سؤال عند حضراتكم بخصوص النيكوشيشن بإجزامل حصل عند حضراتكم او كنت سبت موجود في بالك هابب تفالديت وتسأل تفضلي أحلامها يعطيك العافية سيشن كتير ممتع وحلوة صراحة أنا مرة صار معي موقف أنا لسه جديدة على الانترابنورس وهالقصصي يعني بصراحة عندي أنا فكرة الأساسية هي فكرة إبداعية فيها نوع من الريسيرش الار ام دي فكانت أنا حضرت يعني مؤتمر في مصر في القاهرة كان في اندسترز مع الموجودين من مصر من خارج مصر فلما عرضت الفكرة يعني نالت يعني عجاب المستثمرين كلهم واحد من المستثمرين حكالي تبيعي الفكرة هلا أنا صراحة ما كنت يعني بعرف إنه كيف يعني تعامل مع هذا الموقف يعني أنا حكيت له لا حكالي تبيعي الفكرة بس بتبطل يعني بأسمك بتصير يعني إنه شركتي مثلا كذا كذا إنه هذا ناخد السليوشن يعني فقلت له لا أنا الفكرة حابة ضل بأسمي وضلها يعني لفلسطين وإنه يعني إشي فلسطيني ما بدي يعني أتخلى عنها هلا بعد ما خلصت في جزء من اللي معاي يعني ستارتاب ستانين قالوا لي أنت غلط يمكن كان لازم وافقتي حدا ثالث قال لي لأ يمكن كان لازم قلت له يعني خلينا شوي ما نفكر وخلينا نشوف نتلاقى مثلا نحكي هلا أنا جوابت عطول كان ردة فعلي انفعالية ما بعرفه عشان الوضع وعشان فلسطيني أو ما عندي خبرة لإني بجوز كافية فكنت هنا لحد هلا أنا بدي أعرف شو الجواب استحصرة من حضرتك إذا في مجال وحييي وحييي طيب يعني تاني أنا وانا رايحة أخذ من من دايما نحطه في بالي السيناريوهات اللي تبقى موجودة واحدة من السيناريوهات إنه في حد يعرض علي الأكوزيشن لو السيناريو ده قريدي موجود أحد الافتراضات اللي موجودة عندي إنه ممكن حد يارض علي الأكوزيشن يبقى ساعتا أنا ممكن أعمل إيه أقول لو جالي للتفسار ده إنت ليه ليه حصلك فريز ورديتي يرد فعل شوية انفعالي يعني يرد فعل سريع أو لا ويعي بسرعة لإنك ده مكنتش محضرها لكن أنا لو محضرها إنه هذا العروض اللي ممكن تجيلي إن ممكن حد يارض علي الأكوزيشن ساعاتها هرد علي أقول له إيه طيب إيه أحسن حل أحسن ردة في الموضوع لو أنت مش محضرها مية في المية لعرض بتاع الأكوزيشن ساعاتها كنت بقول بجد عرضك سخي جدا جدا وأشكرك على وجود عرضك خليني طيب أستديت أشوف اللي متاح معانا وبعدين أعمل إيه بعدها أرجع لحضرتك بفيدباك يعني إذا كان هو مستعجل حيبقى خلال اليوم إذا كان هو فيه مساح نتكلم فيها بكرة لو المؤتمر مثلا يومين ثلاثة أو لو فيه مساح نتكلم فيها كمان أسبوع ونبدأ ناخد منه الإنبوتس اللي موجود عنده وأنا كمان أقول له الإنبوتس بتاعتي دايما سيبي موارب مش معنا كده اللي أنت غلطي في اللي أنت قفلت الدين بس أنا كنت محتاجة أسمع منه عشان أفهم منه بتاعته عبارة عن إيه بصص البزنس بتاعي إزاي يمكن بعد كده المعلومة دي تفيدني بعد كده في أن أنا لما أطلب اطلبها إزاي بشكل يكون جيد فاستفيدي أكتر بلما في حد بالذات لما جاء عرض عليك فكرة الأكوزيشن وحاولي تعرفي حاجة كمان أخيرة إن إيه المانع أن أنا أكون في حد بيأكوير البزنس أيديا بتاعتي دي واحدة من الأوبشنز ده مش معناها تخلي عن ايدنتي بتاعتي لتخلي عن البزنس بتاعي إفصلي يا أحلام بين البزنس بتاعك وبين ذاتك وشخصيتك لأن دي أحد العروض اللي موجودة عندي لما حد عمل استحواز عليها دماغك ما رحتش أنا ممكن أعمل حاجة تانية صح ولا لا يعني عندنا شركة في مصر اسمها رشيد الميزان بتاعت حلاوة ماشي حلاوة رشيد الميزان فصاحب الشركة باعها لمؤسسة يعني مالية كبيرة اسمها القلعة فبقيت أندد بتاعت القلعة ماشي باع حلم عمره والشركة البزنس القديم بتاعه وراح عمل شركة جديدة اسمها الرشيد الميزان الأصلي موجود يعني ممكن أعمل بزنس تاني يعني بنفس الايديا بتاعتك إذا كانت يعني ماشي مش غازي أنت تعملي زيه بس أصدقل أنه ما اشترنيش هو اشترى البزنس ايديا مهم جدك وتسمع منه بس يعني تانكيو تانكيو يا أحلام أم عبد الرحمن محمود فاوندر I'm looking forward to cooperate founder anyone interested يا عبد الرحمن بيحاول يستفيد بالنتوركين بأن هو بيدور على كو فاوندر يكونوا موجودين معاه أشكرك يا عبد الرحمن وجد أشكركم جميعا جدا للتواصل وأتمنى يا لينا نتواصل من خلال الرشا عشان إحنا عندنا يعني سيشن معاها أشكرت لكم جميعا أنه رقم دايما على خلق بحب أشكركم جميعا جميعا اللي تواجدوا معنا وحضروا معنا السيشن بتمنى كانت جلسة مفيدة لكم حطت هيك أساسات واضحة بأمور التفاوض ويلي أنتو أكيد زي ما حكينا من الأول التفاوض هي مهارة مكتسبة طبعا نكسبها بعدة طرق سواء قراءة سيشنز مشاركة حتى بالنتوركينج حتى نجرب كأكسبرينس بتبني عنا خبرة بموضوع التفاوض على هذا في عنا كتير إحنا كفلو أكسليريتر كوميونيتي أكتيفيتز يلي تقدر تتعرف فيها على كتير من الناس ممكن يصيروا معاك كوفاوندرز فالطلق دايما تتابعنا على السوشيال ميديا وإحنا أكيد رح نحط إيميلاتكم في الكوميونيتي لس طبعتنا على أساس توصلكم كل فعالياتنا الجاش يلي إلها علاقة سواء في البروغرام سواء إلها علاقة في الكوميونيتي أو غير ها دايما منحب نشوفكم ومنحب تستفيدوا قدر الإمكان دايما إحنا كفلو أكسليريتر إروابنا مفتوحة على الجميع تقدروا تبقى من خلال الإيميل اللي إحنا منتواصل معاكم أو من خلال أرقامنا بعرف أنه الظروف صعبة بتمنى أنه الجميع يكون بخير واتظلكم أنتم وعيالكم بخير ومنشوفكم قريبا بفعاليات جاية يعطيكم ألف عافية وشكراً كتير عبادة على وقتك وجهدك معانا اليوم شكراً 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 معلش شلينا تبعتنا التسجيل على الميل أكيد ولا يهمك ما في أي مشكلة شكراً شكراً لكم بأي بوة